من يريد لعدن أن تكون المدينة الطاردة سؤال يطارد اليمنيين منذ سنوات خصوصا أولئك الذين قدموا عظم التضحيات لتبقى عدن مدينة السلام المتظهرة من الملشنة الخالية من الميليشيا السؤال الأكثر حضورا منذ سنوات تجدد طرحه بصوت أعلى مع طريقة لمنطقية أو قانونية التي تم من خلالها منع عقاد اللقاء التعريفي للمؤتمر الوطني للشباب في عدن حيث أكد البعض بتصرفهم أن الصوت الأقوى صوت السلاح لا صوت الشعب وأن الحضور لقانون القوة لا لقوة القانون وأن العاصمة المؤقتة للدولة تفتقد حضور الدولة وأنه لا يخدم أحد هدف ميليشيا إيران في تشويه عدن كما يفعل المندفعون بوهم القوة والسلاح لإثارة الفوضى والفتن واقع استدعى معه كثيرون على صفحة المواقع ونقاشات الواقع الحيثيات التي أدت لبروز حملة السلاح المتحدثين من فواته في عدن الآن ومن العودة لأحداث الماضي وتقييم الحاضر يؤكد المنصفون أنه ببقاء الوضع الحالي لن يكون هناك ذهاب نحو المستقبل فكل عبور من الفوهات لن يقود المدينة سوى نحو النار النار التي سيحترق بها مشعلوها على خلاف ظنهم بأنهم سيكونون الناجين منها ولعل في عمليات الاغتيال التي شهدت عدن من قبل ومن كشف في جلسات المحكمة ومحاذر التحقيق ما يقود إلى حقيقة واحدة يدركها الجميع حقيقة أن وجوه القتلة لن تبقى مغطاة إلى الأبد وأن الجريمة لن تقيد ضد مجهول إلى ما لا نهاية وأن عدن وإن صبرت على الفوضى غير المنطقية إلى حين فإنها بالمنطق ستنتصر في النهاية لحقيقتها كعاصمة السلام لجميع اليمنيين ترجمة نانسي قنقر